بعد تتويج الاهلي ببرونزية كأس العالم للاندية للمرة الرابعة في تاريخه ارسل محمود عبد المنعم كهربا رسالة الى زميله امام عشور الذي فاز بجائزة افضل لاعب في مباراة تحديد المركز الثالث كتب كهربا على صورتهم المشتركة صباح الخير ياوش السعن امام عشور تألق في المباراة ضد اوراوى الياباني وساهم في فوز الاهلي من اربعة الى اثنين يفكر ان الاهلي بدأ مشواره في كأس العالم للاندية بفوز مهم على اتحاد جدة السعودي من ثلاثة الى واحد ثم تلقى هزيمة امام فلومينينسي في الدور نصف النهائي في المباراة الاخيرة حقق الاهلي الفوز على اوراوى بنتيجة من اربعة الى اثنين ليحقق المركز الثالث منشستر سيتي حقق لقب كأس العالم للاندية بفوزه من اربعة الى الصفة على فلومينينسي مكملا خماسيته التاريخية في الموسم الحالي تألق الفريق الاهلي لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للاندية بعد فوزه بربعية على اوراوى الياباني امام عشور الذي فاز بجائزة افضل لاعب اظهر اداء متميزا يعزز هذا الانجاز تاريخ الاهلي الرياضي وكتب كهربا تعليقا ايجابيا معبرا عن السعادة وفي سياق ذات الصده احرز منشستر سيتي لقب كأس العالم للاندية بربعية في مرمف لومينينسي مكملا تلقه في الموسم الحالي هذا الانجاز يضاف الى سجل الالقاب الرفيع للفريق الانجليزي ويظهر تفوقه على الصعيدين المحلي والدولي هكذا ذا اختتمت البطولة باثارة ومنافسة قوية حيث برزت مهارات الاهلي منشستر سيتي على الساحة العالمية مما يعد حافزا اضافيا للاحتفالات والفخر بالانجازات الكروية المحققة